السلام عليكم أصدقائي في تعقيب لأحد الأصدقاء على فيديو أرخاص بخرافة الصراع بين علي ومعاوية قال فيه بأننا يجب أن نصل إلى المرحلة التي تتحول فيه هذه الشخصيات إلى شخصيات أسطورية مثل ما نتعامل معها مثل ما نتعامل مع الشخصيات الأسطورية التاريخية مثل قلقامش وغيرها ويقول بأن ما يرددونه يوميا في منصات تواصل وفي الجوامع في المؤسسات الضخمة التي تفتح لهم هو مجرد محاولات لنشر أساطير كثيرة لا أصل لها ولا نفعلها في حياة الناس اليومية وهذا كلام دقيق طبعا ما احترامنا لأديان والمساحة التي تشغلها في عقول الناس وأفئدتهم وأتقاداتهم لكن الحقيقة هي الحقيقة الحقيقة تقول بأن ما ينشره رجال الدين والدين أموما لا علاقة له بحياة الناس ولا مصائرهم ولا حاجاتهم ولا يوفر لهم أي قضية وهذه المسألة التي أحب أن أثيرها دائما وأن الدين يقدم شيئا لا ينفع الإنسان في حياته على الإطلاق وهذا الأمر واضح فالسؤال يبقى لماذا يشغل الدين بال الناس وأفئدتهم ودائما يحاول أن يفرض سلطته عليهم أو يحاول رجال الدين طبعا أن يفرضون سلطتهم وتعليماتهم على الجميع وهذا الأمر لا يخفى على أحد الجواب واضح وهو أن هناك كفتان في هذه المعادلة المعادلة الأولى بأن هناك سلطة مفروضة على الناس من قبل الدين ورجال الدين ومن جهة أخرى هناك تغافل عن حاجات الناس والأساسية والاهتمام بها هنا عندما نتأمل بين هذين الأمرين سنكتشف الحقيقة الحقيقة ماذا تقول؟ تقول أن هنا هؤلاء يريدون إدامة سلطتهم على الناس هذه السلطة لا تتحقق إلا عبر فرضها عليهم وجعلها مقدسة وغير قابلة للنقاش وفي الوقت نفسه أنهم لا يقدمون شيئا لهذه السلطة بالمقابل لكنهم يطلبوا بالوقت لا يقدمون للناس ما يحتاجونه من خدمات حتى الخدمات التي يقدمونها مثل إقامة عقود الزواج والتحليل والتحريم وما ذلك هي جزء من منظومة السلطة وجزء من فرض إرادة السلطة على الجميع وليس لأنها تنفع الإنسان أو تضره مثلا فريضة الصلاة هي الصلاة ليس الغرض منها صحة الإنسان كما يجري تشويش الناس أذهانهم في هذا الموضوع بالحقيقة لا الصيام هو مسألة فرض السلطة على الجميع وأن جميع كل شخص صائم هو بطريقة وبخرى أقر وأعترف بأنه خاض إلى السلطة الدين الذي فرض عليه هذه المسألة هذا حتى العلاقة بالأزمان البداية بزمن البداية عندما تمارس الجماعة مجموعة من الطقوس فليس الهدف أن يمارس الطقوس الهدف أنه هم يشعرون بأن ممارستهم لهذه الطقوس وبهذا الشكل وبهذا التحديد هو نوع من التضامن الاجتماعي والاعتبار أن الأمر لغير قابل للنقاش وهذا بالوقت نفسه لا يعني هذا أن هناك معنى لهذا الطقس الطقس قد لا يكون له أي معنى قد يكون أحيانا طقوس قاتلة ودموية لكن في الحقيقة هدفها الوحيد هو أن يشعر فيه الجميع بالانتماء لبعضهم البعض أو سواء ينتمون بالانتماء الحر الإرادي أو الانتماء السيد للعبد أو العبد للسيد وهكذا بناء على هذا القول نجد بأن رجل الدين له وظيفة محددة والدين بأكمله دائما له يمتلك هذه الوظيفة وهي السيطرة على الجمهور والتحكم به بأقصى قدر ممكن وهذا عملية ليست سهلة عبر التاريخ الإنسان كان صعب وهذا لا بد أن نأترف به والدين تخصص في سيطرة على الناس بهذه الطريقة الذي يحدث في مجتمعنا رغم أننا تطورنا ورغم أن هذا الإسلوب في التعامل مع الناس ومجاميع البشرية أصبح مرفوضا في أغلب دول العالم بسبب التطور الإنساني المضطرد بشكل لا يوصف ولا يقارن بأي لحظة تاريخية سابقة على البشرية هذا الأمر بقى موجود لكن يستغل من قبل مجموعة من الدول المتخلفة التي لم تنجح في اللحاق بركب الحضارة والتحضر لأسباب شتى الذي يحدث أن رجال السلطة يحاولون تطوير بلدانهم رغم أن لديهم كثير من إشكالات أو ملاحظات لدينا عليهم لكن في كل الأحوال هم يحاولون حتى لو كانوا من أشر الأشرار لابد أن يحاول لأنه لابد أن يقدم شيء للناس في النهاية لابد منه سواء كانت لديه رغبة بذلك أو لم تكن لديه رغبة فبالنهاية لابد أن يمد شعرة معاوية بينه وبينهم الرجل الدين لهذا السبب يحتاج الرجل الدين لماذا؟ حتى يمتص كل ما هو يعني يمتص النقمة على كل تفاصيل الحياة السيئة التي لا تقارن بأي دولة من دول العالم المتقدم أو حتى المتوسطة مثل دول جنوب شرق آسيا التي تطورت خاصة بالربع القرن الأخير فهو يحتاج هذا الدين حتى لو نفس الوقت هو يخاف من هذا الدين ومن رجال الدين لأنهم مسيطرين على الشارع فالرجل السياسة دائما يقع بين هذا المطبين وهذا اللي نشوفه الآن في واقعنا وهو أن رجل الدين مسيطر على الواقع وكل ما سيطر على الواقع كل ما ازداد المجتمع تخلفا هنا المواضلة الكبيرة بحيث أنه حتى رجل السياسة بدأ يفقد قدرته على أن يتأقلم مع الظروف رجل السياسة دائما يكون برغماته ويحاول أن يمسك الكفة من الوسط ويحرص تقدما ما أو نقاطا لصالحه ولكن دائما المشكلة أنه دائما يخشى على كرسيه وعلى سلطته أكثر مما يخشى على مصالح الجمهور أو الشعب وأيضا يخشى من الشعب عندما يقدم له خدمة لأنه الشعب أيضا خاضع لرجال الدين وعقله مشتت أو ليس لديه عقل أصلا لأنه أفرغه رجال الدين تقريبا وخصصه فقط للعبادات والصلوات وتجد الناس مجهورين 14 ساعة قال الله وقال الرسول تقول لأزمة اقتصادية يصعد أحدهم على المنبر صعد يوما الخليفة عمر بن خطاب رضي الله عنه وفي يوم المجاعة وقال كذا يتحدث لك عن الموضوع ما لا علاقة بالاقتصاد ولا بالواقع الحياة اليومية المعاصر يتحدث لك عن أنه صعد وقال كذا يعني شعلي قال كذا وقال الصهراء ومجموعة من الخيم والبيوت الحجرية فما علاقتها يعني لا كان أتم تجارة لا وزارات لا مدارس لا نظام تعليم لا نظام صحي لا خدمات لا بنية تحتية لا حيوة لا بنية يعني فما علاقة هذا هي هاي الفكرة فكرة يمتص يحيد نظر الناس عن الموضوع الأصلي وعلى ذلك يعني يخلو الملعب لرجال السياسة ورجال الدين لأن يفعلوا ما يشاءون وطبعا ويرتكبوا ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون الناس بالمناسبة من الطرف الآخر الناس أيضا تدرك هذه اللعبة يعني ليس الناس جهلة لا يعرفون هذا الأمر لكنهم مغلوب على أمرهم وهناك من يتحكم بمصادر الرزق ويقول لك أنا لا أستطيع أن أبادر بشيء أخصر بسببه كل شيء ربما حتى حياتي وسمعتي وسمعة عائلتي ووضعي فهو مربوط بهذا السيستم الضخم وهم الذين يسيطرون على مراكز النفوذ والقوة والثروة هؤلاء هم الذين لديهم السطوة الكاملة والتي يخشى أمرها الناس لهذا السبب يشوف الناس قال لك أنا أمشي مع الحائط أو ما أعرف نسع راح ينبع المثل أمشوا وغنيلوا يعني لا تدخل بالتفاصيل وخلنا عايشين ومرتاحين والحال الذي نحن فيه الآن أفضل من غيري لكن هنا الموضوع الذي يعود للنظر فيه وقال بالذي قال فيه الصديق وأذكر اسمه ضروري حيدر المالكي قال حيدر المالكي بأنه حتى تشوفون صورة أعتقد هنا قال بأنه هو يعتقد بأن هذه الأساطير يعني بدأت تتآكل وبدأت الناس تعرف الحقيقة وهؤلاء أننا يجب أن نتحضر يعني الواقع يفرض علينا أن نصل لا درجة من التحضر لكن يتساءل بعد ذلك أو يستدرك ويقول ولكن كيف نتحضر ورجال الدين مسيطرين على المجتمع معنى أنهم يقفون عقبة في طريقة التحضر هنا القضية التي يجب أن ننبه إليها هو أننا قلنا بأن هناك معادلة بين رجل السياسة ورجل الدين الذي يسيطر على الشارع هذا يسيطر على السلطة والمصادر القرار والحكم هذا يسيطر على الشارع فالصراف بينهما الناس هم الضحايا أو هم بالمعنى الدقيق لكلمة هم العبيد الخاضئين الأتباء الرعية التي تقول سمعا وطاعة هذا النموذج هو النموذج السائد حاليا تتحدث بشيء إضافي ستجد من يوقفك عند حدك ويقطع رسخك وربما يقطع حتى رئيسك وكل ما يفعل بك ما تشاء والناس تصفق وتعتبرك زنديقا وكافرا وملحدا أو أي اسم كان هذه المعادلة ستتخلخل لأنه التحضر إذا رفض الرجال الدين كل ما رفضوا أكثر كل ما التحضر بدأت الحاجة تصبح أكبر الآن هم في مأسق خطير جدا لا يجدون له حلا مثلا وجود وسائل التواصل يعني لا يستطيعون أن يتحكمون بالإنترنت ولا بالمواصل التواصل ولا طرق الناس للوصول إلى المعلومات كانوا عايشين على هذه المسألة بفترة طويلة الآن هم يعني يحاولون السيطرة على كل المؤسسات ويسوون عمليات تجهيل ويشكلون جيوش الكترونية وتلقاهم موجودين في كل الفضائيات وفي كل مواقع التواصل لكن مع هذا الأمر لن ينجح في النهاية لأن التحضر ليس مسألة اختيارية لم تعد مسألة تحضر مسألة أنت يعني مزاجية أو أن هناك دولة تريد أن تتحضر وتتغير وتتطور التغير أصبح والتحضر أصبح مسألة إجبارية أنت لن تستطيع أن تمارس حياتك بشكل صحيح في هذا العالم اليوم إلا أن تتحضر وأن تتعلم على الأقل كيف تفتح الكمبيوتر كيف تصلح بعض الأشياء في الكمبيوتر كيف تتعامل مع الموبايل كيف تنزل الآب كيف ترفع صور وهذه الأشياء أصبحت أشياء أساسية على كل إنسان نعرفها كيف بمسألة القراءة أو الكتابة عشرات الأشياء أو القضايا بل بالآلاف هذه كلها معارف تدخل إلى الذات وإلى النفس وتصبح جزءا رئيسيا ومكونا من مكوناته هذا العصب الجديد الذي بدأ يتشكل داخل الوعي العربي والوعي المتدين هذا العصب هو الذي سيأكل من جرف العصب الأسطوري الذي يتم زرعه يوميا بشكل متكالب يعني فأنا أدام وأنظر إليهم وأنظر أقول يعني حقهم بالمعنى بالمعنى الوصولي يعني لأنه يشعر بالخطر على ثرواته وعلى على سلطته وعلى مصالحه ويشعر بأنه سلطة مهددة بتهديد خطير سواء عن علم أو غير علم يعني هو يؤمن ربما أو لا يؤمن ما نعلاقه والمهم هذا السلوك وهذا فعله الآن عدد هائل من الناس يرفض سماع أشخاص من أمثالي مثلا وأنا رغم أنني لست لا أقف مع أحد ضد أحد أنه رجل محايد حتى أتحدث ضد نفسي ما عنده مشكلة فمع هذا هو يرفض لماذا؟ لأنه لا يريد أن ينتظر الحقيقة لأن الحقيقة ثمنها غالي الملخص الذي أقوله بأنه أن الدين سيصل كل ما رجال الدين ضغطوا ومارسوا الهيمن المطلقة على الناس وكفروا وزندقوا وأباحوا دم أحدهم لأنه لم يصلي سيصلون إلى هذه الحالة أنه الذي لا يصلي يختل يستتاب ثم يختل هذا الشيء الذي نستغربه الآن توقعوا حصوله بعد أربع سنوات أو خمسة في بلدان مثل مصر مثلا توقعوا هذا ممكن ممكن أن يطلعون فرق خاصة لمراقبة الذين لا يصلون في مناطق معينة تبدأ بالقرى والأرياف والمناطق التي تهيمن عليها السلطات الدينية بشكل كامل وتنتشر إلى أماكن أخرى هذا التطرف هو العامل عامل القوة وفي نفس الوقت عامل الضعف الخطير لهيمنة الدينية على الواقع والحياة والحقيقة هي ما لها علاقة بالدين هي لها علاقة بالمصالح والفلوس لكن اسمها الدين الإسلام الصحيح وما إلى ذلك وطريق الهدايا والإيمان والله والرسول كل المصطلحات هذه والحديث والتفسير وكل هذه هي مجرد كلمات ومفاهيم لا علاقة لها بالواقع وكلها موجودة حتى تغطي على الحقيقة وتحجب الأمور مثلما نحجب رؤوس النساء يتم تحجيب رؤوس الجميع رجالا ونساء واطفالا بطريقة وبخرى هذا الحجاب بدأ يتآكل حجاب الحجاب العقل بدأ يتآكل لأن هذا العقل بحاجة إلى أن يتعلم كيف يتعامل مع الأجهزة الحديثة كيف يتواصل مع الناس في كل مكان في العالم كيف يتعلم لغة أخرى ملايين تفاصيل كل واحد مجغول بقضية هذه كلها تاكل من جرف هؤلاء مهما انتشروا ومهما تطرفوا وكلما تطرفوا أكثر وهيمنوا أكثر كلما زادت فرص الانتفاض عليهم أكثر وهذا اللي أنا واثق منه وأنا واثق أنه خلال يعني ملايق لعن عشر سنوات ستتذكرون هذا الكلام وسترون أن الأمر سيحدث كما كما أقول وسيتراجع ردو رجال الدين لكن هذا لا يعني أنه لا يظهر أجان جديدة بأسماء جديدة وبآلهة جديدة وبأنبياء جدد وعبر وسائل اتصال مختلفة ومناهج مختلفة لكنها تأخذ الشكل الجديد والمضمون هو نفسه الهيمن على الناس الهيمن على الناس والاستغلالهم وعند ذاك لكل حادث حديث وأود أن أشير بأن عندما أتحدث عحان الدين لا أقصد الدين بمعنى الدين فقط العلاقة بالآلهة لا أتحدث ربما حتى بعض نوع العلمانية هي دين أنا أي مؤتقد بالنسبة لي هو دين عندما يقول أنت ملحد أنا أعرف أن هذا رجل لديه دين لا يعني أنه دين حق إنما هو لديه توجه أيديولوجي مضاد إلى أي شيء آخر عندما تمتلك هذه الصفة أنا أعتبر هذا دين هذا شخصيا هذا تعريف عندما تكون هناك شخص مفكر وأعتبر نفسي من المفكرين وليس مسألة كبيرة أنه مفكر من فكر يفكر أنا شخص يفكر فإذن أنا مفكر وكل إنسان هو مفكر بالضرورة فأنا حال حال أي إنسان أنا شخص مفكر فهو الإنسان بطبيقة مفكر فأنا أعتبر أنه يفكر المفكر عادة ليست لديه مصلحة لأنه يريد أن يفكر وعملية التفكير عملية بالضرورة راح تكون حيادية لا يمكن أن تفكر بأي موضوع حتى لو كان عندك نحياز إلى هذا الموضوع لابد أن تفكر بطريقة حيادية واستخلالية وليست فيها وصولية ربما النتائج التي بعد التفكير ربما تستثمر نتائج التفكير لكن التفكير في حد ذاته دائما يكون مستقل ولهذا سبب الملحد لا يمكن أن يكون من المفكرين أو يحسب على المفكرين إنما يحسب على المفكرين العقائديين يعني لابد أن نضيف كلمة للمفكر تقول هذا مفكر عقائدي مفكر قومي مفكر كذا فإذن هذا من تضيف أي صفة لكلمة مفكر سيصبح بعد ذلك إنسانا غير محايد وهذه ليست سبب المناسبة لا يعني أنا فقط أصف هذا الأمر لأن إنسان قل نادر جدا من الناس الذين يستطيعون أن يكون محايدين في وسط عالم لا يمكن لأي إنسان نعيش بمفرد شكرا جزيلا واسف لطالة ومع السلام اشتركوا في القناة